اشتركوا في القناة واقع فيها المتعددة يعني هناك اكثر من تعريف علم النفس الاجتماعي هو الدراسة العلمية لسلوك الكائن الحي ككائن اجتماعي يعيش في مجتمع مع اقرانه ويتفاعل معهم ويتأثر بهم ويأثر فيهم كعلاقة الاباء والابناء والاصدقاء وافراد المجتمع هذا التعريف مهم علم النفس الاجتماعي هو العلم الذي يتناول بالوصف والتحليل والتجريب سلوك الفرد مع الاخرين من حيث تأثيره وتأثره فيهم يعني يؤثر ويتأثر علم النفس الاجتماعي هو دراسة السلوك الاجتماعي للفرد اي عندما يتفاعل ما غيره يؤثر ويتأثر الآن علم الاجتماع هو الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي للأفراد عبر التفاعل والعلاقات المجتمعية المتبادلة بين الجماعات والعوامل المؤثرة فيها وكذلك الثقاف والبناء الاجتماعي يعني علم الاجتماع بدرس المجتمع الآن بالنظر الى التعريفات الثلاثة لاحظ انه بيشتركوا فيه ثلاث عناصر واحد ان هذا العلم هو الدراسة علمية شأن الدراسات في العلوم الاخرى يعني علمية مش يعني تهجيص لا علمية الموضوع المهم اللي بندرس السلوك السلوك البشر البيهيفيور الحاجة التالتة المواقف الاجتماعية المثيرات الاجتماعية المتضامنة هي المجال الاساسي الذي يدور فيه يعني بدور حول المثير الاجتماعي لاحظ فيه ثلاث تقسيمات وين التقسيمات مهمة بتيجي في الامتعام علم النفس يدرس سلوك الفرد بشكل عام وكل فرد على حد عام علم النفس الاجتماعي يدرس سلوك الفرد مع الجماعة خاص علم الاجتماعي يدرس سلوك الجماعة مع الجماعة عام لاحظ علم النفس يدرس سلوك الفرد بشكل عام النفس الاجتماعي خاص طيب إيش هو موضوع علم النفس الاجتماعي الآن زي ما حكينا قبل بشوية أنه علم النفس الاجتماعي هو فرع من فروع أول شيء علم النفس ولكنه يهتم بدراسة السلوك الاجتماعي للفرد وسلوك الأفراد والجماعات في المواقف الاجتماعي المختلفة كذلك يدرس التفاعل التأثير المتبادل بين الأفراد والجماعات على جميع المستويات الصغار والاكبار يدرس التفاعل محبة وكراهية مخاوف تعصب تعاون تشجيع التفاعل والتنشئ والقيادة والاتجاهات كل هذه موضوع علم النفس الاجتماعي حرب النفسية الإشاعة تعصب الرأي زي ما قلنا طيب شو هي أهداف علم النفس زي ما قلنا قبل بشويه في المحاضرة الأولى اللي هو يفهم السلوك ونفسر السلوك يتنبأ بالسلوك سلوك الكائن الانساء الحي والكائن الاجتماعي ينضبط السلوك الاجتماعي والتحكم به وذلك بتعديله وتحسينه إلى ما هو مرغوب يعني إذا شفت في نوع من الهروب من المدرسة مثلا طالب بيتأخر أو بيهرب من المدرسة بنحاول نعدل سلوكه طالب بيكتأب بنحاول نعالجه طالب مثلا يميل إلى العنف والعدوان بنحاول نعالج سلوك وهكذا طيب نشأة علم النفس الاجتماعي بنقول علم النفس نشأ قديما ويعني في الإسلام تحدث كثيرا عن هذا الشيء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرا وأنسى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا فلفظ يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يعني بدل على المعنى أنه في حس اجتماعي وتفاعل بين الناس وهناك أحاديث نبوية كثيرة مثلا يضل الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار وهكذا في آيات كثيرة ممكن نحن نطلع عليها ونعرفها مثلا المؤمن للمؤمن كالبنيان المرسوس أو المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل أحدهما الأخرى طيب علم النفس في الغرب لاحظوا أنه علم النفس بدأ في أحضان الفلسفة الغربية يعني الفلسفة تعتبر زي ما بقوله هي أم العلوم أم العلوم يعني كل العلوم بدأت من خلال الفلسفة لاحظوا أنه هناك أفلاطون تحدث عن علم النفس هو مؤسس معظم قضايا علم النفس الاجتماعي أفلاطون كان ينظر الإنسان كما لو كان نتاج نموذج اجتماعي ما يعتقد بأن بالإمكان تكيف الطبيعة الإنسانية في أي اتجاه عن طريق استخدام مناسب للمؤسسات التربوية والاجتماعية أفلاطون ألف كتاب اسمه جمهورية أفلاطون وهذا الكتاب يعني لو أنتم بدك تقرؤه بينادي بأن يكون هذا العالم مثالي يعني خالي من الحروب والمشاكل والصراعات وما إلى ذلك بعد هيك تطور علم النفس الاجتماعي في العصر الحديث يعني لاحظوا في عالم هوبز في عندك أضاف جان جاك روسو كمان تحدثه عن علم النفس وقال أنه الإنسان في حالته الطبيعية طيب القلب بريء النفس ولم تظهر فيه الشرور إلا عندما أحدثت فيه المدنية بآثارها يعني نظرة الرأسمالية يعني زي مثلا نقولك أنه الناس أهل القرية وأهل البادية طيبين لكن لما يدخلوا في المدينة ويعيشوا اللي هي نظام الرأسمالية والبيع والشراب السير في أحقاط بعد عدة سنوات أكد الفيلسوف الإسكتلندي هوم والمسمى بأبو علم النفس الاجتماعي وجعل من التعاطف بين الناس القوة الأولى للعلاقات الاجتماعية في عام الواحد الثلاثين تنقل علم النفس بين الصراعات الغرب حتى بداية العشرين حيث صدر كتابان الأول للعالم الإنجليزي وليام ماك دوغل حيث ركز فيه على ديناميات الجماعة والدوافع والاتجاهات يعني الدوافع والاتجاهات اتجاهات إيش أنت بتميل يعني اتجاهك مثلا ديني اتجاهك وطني اتجاهك رياضي اتجاهك تربوي وهكذا وكانت بداية جيدة حيث يعتبر المؤسس والأب الحقيقي العلم النفس الاجتماعي حسب مفهوم الغرب هو بو غاردس وتتابعة الكتابات وصلت للسيكو دراما والسوسيو دراما التي تنسب إلى يعقوب مورينو وهكذا أما ديناميات الجماعة فإن هذا العلم ينسب إلى كريت ليفن فهو أول من تناول هذا المصطلح طيب في ناس ممكن تقول لماذا ندرس نشأة طور علم النفس الاجتماعي بنقول ندرس ليش حتى لا نبدأ من الصفر ونبني على ما وصل إليه الآخرون الحاجة الثانية أن نقدر جهود العلماء السابقين لأن العلم تراكم يا أخوان ويا أخوات وننسب الفضل إليهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس حتى لا نكرر أخطاء الماضي وأخطاء السابقين ونستفيد من تجاربهم كذلك ندرس علم النفس لأنه بفيدنا أيضا في حياتنا اليومية وحياتنا الاجتماعية وكيف نتعامل مع الناس الآن ما هي علاقة علم النفس الاجتماعي بالعلوم الأخرى أول شيء إن علم النفس الاجتماعي يعني مهم وله أهمية كبيرة مرتبطة يعني أول حاجة نشوف علاقته بعلم النفس الاجتماعي بعلم الاجتماع بين علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع صلة قوية فعلم الاجتماع يهتم بدراسة الهيكل العام للتنظيمات الاجتماعية شكلها وهيكلها العام والعناصر المكون لهذه التنظيمات وحجم الجماعة وتماسكها من حيث أن علم النفس الاجتماعي يقتصر دراساته على التفاهم الذي يتم داخل هذه الجماعات وكيف يصبح الفرد متطابقاً اجتماعياً وكيف يأثر الفرد بدوره على سلوك أفراد الجماعة التي يعيشوا فيها علاقة علم النفس الاجتماعي بعلم النفس العام نقول علم النفس العام هو اكتشاف قولين السلوك التي لا تتأثر بالفروق في التنشير الاجتماعية مثل القانون الأساسية في الدافعية والإدراك والتعلم والتذكر والتفكير والتي تصدق على كل البشر بغض النظر عن البيئة الاجتماعية أو الثقافية التي يعيشون فيها يعني علم النفس الاجتماعي يعالج سلوك الفرد بالنسبة لمثيرات الاجتماعية فإننا نجد أن ما هو غير هام بالنسبة للعلم النفس العام يصبح هاماً جداً بالنسبة للعلم النفس الاجتماعي الذي يدرس السلوك الإنساني وفيه هناك يعني مساق اسمه علم النفس العام لحاله علاقة علم النفس الاجتماعي بعلم النفس النمو لاحظوا أنه علم النفس النمو هو دراسة تطور الإنسان في مراحله ابتداء من المرحلة الجنينية مرورا بالطفولة والمراهقة والرشد حتى الكهولة والشيخوخة إذا ضاف الدور الذي تلعبه كل مرحلة سواء البيئة اللي بتأثر على الفرد والنضج وكذلك دور علم النفس يتمثل في معرفة تأثير البيئة الاجتماعية على السلوك وأثر البيئة على تطور الفرد وأثر التنشئة الاجتماعية والتربية على سلوكيات الأفراد علاقة علم النفس الاجتماعي بالصحة النفسية بنقول أصبح مفهوم الصحة النفسية مرتبطا تباطا كبيرا بقدرة الفرد على التكيف مع أول شيء التكيف مع نفسه ومع الظروف التي يحيا فيها وتجتمل هذه الظروف على النواحي المادية والاجتماعية فإن العلاقة بين العلمين قائمة طالما أن قدرة الفرد على التكيف والتي تعتبر الأساس للصحة النفسية تعتمد اعتماد كبيرا على الظروف الإنسانية والاجتماعية ودراسة أسباب الأمراض النفسية ويعتمد على التشخيص ومعرفة العلاج علاج نفسي علاج اجتماعي وعلاج جمعي وما إلى ذلك فالصحة النفسية مهمة والإنسان الصحيح نفسيا هو الذي يتكيف مع نفسه وبعد ذلك يتكيف مع الآخرين يعني واحد بيكون راضي عن حاله بيكون صحة النفسية كويسة والردع الآخرين بيكون صحته مية المية إذا اختلفا مع الآخرين يعني مثلا لو لقينا واحد اتزوج اليوم وطلق بكرة واتزوج بعد وطلق بكرة واتزوج بعد وطلق بكرة بيقول هذا صحته النفسية مش نافعة لأنه صعب جدا أنه يعني نحكم على الأخريات بأنه عندهم مشكلة لا هو اللي بيكون عنده المشكلة هكذا نكون احنا خلصنا المحاضرة الثانية